أهلاً بكم على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية مقابلة جديدة للنجم ميرت رمضان ديمير مع الصحفيين أكد من خلالها عن انفصاله عن عفرة سرتاش أغلو وتحدث عن عطلته في بالي وعن صدقته الجديدة ملك ميرت انتاجة في المقابلة من أسئلة الصحفيين حول الموسم الثالث من مسلسلة الطائرة الرفراء وبما سنصح ميرت الصحفيين لمعرفة التفاصيل المقابلة اللي كانت بين ميرت والصحفيين هتكون في فيديو اليوم النجم ميرت رمضان ديمير التقى مع الصحفيين أثناء عودته من بالي إلى اسطنبول بعد عطلة قصيرة قاضها هناك قبل بداية تصوير الموسم الثالث من مسلسله الطائرة الرفراف الصحفيين في البداية سألوا ميرت عن عطلته في بالي وكيف كانت ليرد ميرت كانت عطلة جميلة جداً ثم قال ميرت بعد أن وصلت إلى هنا سأبدأ العمل ميرت نظر إلى الصحفيين وقت تغمعه حوله وقال له ميرت دهيقان لقد أحطوا بي من كل مكان لذلك لن أستطيع الهروب منكم السحفيين بعد سالك تحدثوا مع ميرت عن مسلسله شه ميران حيث قال له الصحفي إن الموسم التالي كان أكثر حركة وأكثر إصارة من الموسم الأول وده نفس الكلام الألوب بوراك دينيز ليسأل الصحفي ميرت ماذا تريد أن تقول ثم يهود الصحفي بعد ذلك الحديث عن مساسرة طار الرفروف لقد تغير الشركاء هناك شريك جديد للسيدة عفرو ميرت رد منتهجا على الصحفي وقال له حقا ليس لدي أي فكرة ورد على سؤال من الصحفيين عن عطلته في بالي والوديوهات التي ظهرت وبجانبه فتاة جميلة قد تم الحديث عنها كثيرا ليرود ميرت ساخرا إنها دائما نفس الحكاية ونصح ميرت الصحفيين هنا وقال له بأن لا يدخلوا إلى التويتر كثيرا وإنه يفعل ذلك ليريح رأسي الصحفيين سألوا ميرت السؤال المعتاد عن انفصاله عن عفرا وظهور فتاة جديدة اسمها ملك ميرت انزعج من السؤال وقال هذا الموضوع لا يستحق التوضيح لا داعي له ليرود الصحفي حسنا يمكننا قول أنه لا يوجد أحد في حياتك ليرود ميرت ضاحكا تماما بالضبط ليرود الصحفي مرة أخرى هل سيكون هناك تصالح؟ ميرت لم يقب على سؤال وقت فببتسامة سأريكا تماما بالضبط دي كانت مقابلة كاملة ومترجمة للنجم ميرت رمضان ديمير بعد عفدته إلى إسطنبول ليبدأ تصوير مسلسلة طائرة الرفرف اللي هيبدأ ميرت تصويره خلال الأيام القادمة